بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا بالصلاة على نبيك من الفائزين ولسنته من المطبقين ولحوضه يوم القيامة من الواردين اللهم يا رب أحينا على سنته وأمتنا على سنته اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين أما بعد فأوحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري كما هي رغبة كثيرين منكم وكان ينبغي أن نبدأ بها من أول رمضان ولكن قدر الله أن تكون اليوم وهكذا كل شيء عنده بمقدار جل جلاله وبقدر اليوم كما أخبرتكم لدينا مفاجأة في الساعة 12 تقريبا في فقرة المبدعين سيكون هناك لقاء مع شاب مبدع لطيف إن شاء الله واليوم مع صحيح الإمام البخاري سأبدأ أنا بالقراءة قليلا ثم معنا القارئ السيد عاصم إن شاء الله أيضا يتحفنا بصوته الجميل وقراءته الرنانة الإمام البخاري ماذا عسى أن أتحدث عنه لا أريد أن أهضمه حقه لأنه يحتاج حلقات يحتاج حلقات من الحديث عنه ومن سيرته ومن الكلام حوله ولكنني أدخل بسرعة فأقول الإمام البخاري هو ممن أجمع على علمه وعلى حفظه وعلى تقواه وعلى زهده وعلى إتقانه وعلى ضبطه وعلى إمامته وعلى حافظيته وعلى نبوغه وهو صغير فلقد بدأ نبوغه وهو عمره أحد عشر سنة أحد عشر سنة بدأ يحضر مجالس العلم وينبه العلماء على بعض الأخطاء في علم الحديث وأكتفي بأبيات من الشعر قالها أحد العلماء وهو ملة خواجة هذا الشيخ ملة خواجة الشيرازي أو خواجة ملة هو من تلاميذ شمس الدين السخاوي الذي هو من تلاميذ ابن حجر ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري من تلاميذه شمس الدين السخاوي من تلاميذ شمس الدين السخاوي الخنجي الشيرازي الشهير بخواجة ملة هذا ذهب إلى مصر ليلتقي بالسخاوي فلم يلتقي به فحزن حزنا شديدا ثم التقى بمشايخ آخرين ولكنه كان ينوي أن يلتقي بالسخاوي لأن السخاوي كان حافظا كبيرا شهيرا فسافر إلى الحجاز وفي المدينة المنورة التقى بالسخاوي ففرح به فرحا كبيرا فطلب منه أن يقرأ عليه الصحيح البخاري في الروضة الشريفة ومن قرأ كتبا في الروضة الشريفة أو قراءة صحيح البخاري في الروضة الشريفة بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا شيء معهود جدا وحبذ لو ألف فيها كتاب ما قرأ في الروضة الشريفة هناك عدد من شيوخنا قرأوا الشفاء للقاضي عياض بجوار رأس النبي صلى الله عليه وسلم والموطأ للإمام مالك قرأ مرات وكرات في الروضة الشريفة وصحيح البخاري قرأ مرات وكرات وقرأ إلى عهد قريب كنا نجد بعض الحلقات لبعض شيوخ الحضارم عندما يختمون يأتون إلى الروضة أو آخر الروضة حتى لا يكون هناك زحام فيختمون هناك صحيح البخاري ويقرؤون صحيح البخاري أو غير ذلك من كتب الحديث ومن آخر من جلسنا مجالسه في آخر الروضة أيضا المحدث محدث الحرمين الكبير الشهير الشيخ أحمد المنتصر الكتاني وهو من شيوخنا الذين حضرنا عندهم في مسند الإمام أحمد بن حنبل فلقد كان له حلقة في آخر الروضة وبداية ما تسمى بالبرحة هنا البرحة الأولى هنا في هذا المكان كان له جلسة جميلة بعمامة وجبة وهيئة تشير على أنه من أهل الحديث وكان يقرأ الحديث بالسند من حفظه فرحمة الله عليه ولقد أكرمني الله عز وجل فحضرت عليه وحصلت على الإجازة منه فهذا ملة خواجة أو خواجة ملة قرأ صحيح البخاري على الإمام السخاوي وبعد أن ختم صحيح البخاري قال هذه الأبيات اسمعوا إلى هذه الأبيات الجميلة التي فيها تورية تورية بمصطلحات علم الحديث قال فيها روى النسيم أحاديث الأحباء فصح مما روى أسقام أحسائي شفى شذاه ضعيفا طال علته مستنشقا ندهم من خيف صفرائي الند الريحة الطيبة يعني وجدي بهم صار مشهورا وما رفعت أحياء مالي إلى سكان جرعائي جرعاء والرقمتين وجرعاء وهذه المناطق والنقى وما إلى ذلك هي مناطق كان يتغزل بها حبا للحبيب لأنها مناطق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو مناطق على طريق المدينة أو على طريق مكة ولذلك يقول الآخر كان لي قلب بجرعاء الحما ضاع مني هل له رد علي؟ فهذه الجرعاء الحما فيقول وجدي بهم صار مشهورا وما رفعت أحياء مالي إلى سكان جرعائي أجرى مسلسل دمع وهو حدثنا غريب حال الفؤاد المغرم النائي فالشوق متصل والصبر منقطع ومرسل الدمع يحكي معضل الداء يا سامري بحديث سالبا للكرى بالله أنعم بأخبار الأحباء واذكر معاهدنا في الرقمتين وفي وادي العقيق وسلع ثم زورائي هذه مناطق في المدينة المنورة وادي العقيق معروف وادي المبارك في المدينة المنورة وسلع هو الجبل الذي في المنطقة الغربية الشمالية للمسجد النبوي الشريف إذا انطلقته من المسجد النبوي الشريف باتجاه الشمال أو الغرب هنا تجدون الجبل وهو جبل كبير جدا الآن أصبح ظاهرا بعد أن هدمت المباني التي كانت تحول بين رؤيته وبين المسجد النبوي الشريف فيقول واذكر معاهدنا في الرقمتين أيضا مناطق في طريقة المدينة المنورة وفي وادي العقيق وسلع ثم زورائي الزوراء هي مكان بيت سيدنا عثمان بجوار المسجد النبوي الشريف واروي الأحاديث عن ربع الحبيب فذا أصفى لأهل الصفى من صفو صدائي صدائي هذه نبع عين مشهورة بصفائها مشهورة بصفائها فهو يصف مجالس الأحبة في الروضة الشريفة وهم يقرؤون صحيح البخاري بأنها أصفى صفاء من صفو صدائي شوفوا البلاغة الجميلة الصادات هنا ما أجملها واروي الأحاديث عن ربع الحبيب فذا أصفى لأهل الصفى من صفو صدائي ربع الحبيب الذي لولاهما فتقت صطوح غبراء عن أطباق قبرائي نكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات والأبيات التي قيلت في البخاري كثيرة في كل مقام أتحفكم ببعضها لأنها جميلة وتحرك النفوس وقد ذكر الحافظ العراقي أنه يستحب في بدء مجالس الحديث الإنشاد والمقصود بالإنشاد هو إنشاد الشعر وانتقاء الأبيات الجميلة التي تقال في بداية المجالس أو في أواخرها واستحب أن يكون في البداية قراءة القرآن واستحب البداية طبعا بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذن نحن مع صحيح الإمام البخاري هذا الصحيح الرائع البديع جدا جدا وفيه نسخ كثيرة جدا من أجمل النسخ المطبوعة المضبوطة جدا النسخة اليونينية التي كانت مخطوطة ثم طبع عنها النسخة السلطانية التي طبعها السلطان عبد الحميد وهيأ لها كثيرا من العلماء وعلماء الأزهر ودققوها تدقيقا كبيرا جدا جدا وسهروا عليها أياما وليالي وشهورا حتى حققوها تحقيقا بديعا جدا جدا وشهرت بالسلطانية وشهرت باليونينية وشهرت أيضا بالعامرية أو الدار العامرة فهذه النسخة طبعت أيضا بهذه النسخة من أراد أن يراها يعني بهذا الشكل هذه النسخة الشيخ أحمد شاكر طبعها أخيرا الشيخ أحمد شاكر فهذه النسخة كان يحبها شيخنا الشيخ الفاداني رحمة الله عليه وكان دوما يقرأ فيها وهو الذي أحبني فيها وأعسقني بها وهذه النسخة التي قرأتها على شيخنا الشيخ محمد ياسين الفاداني خلال سنتين كاملتين والحمد لله وحضر هذه القراءة جمع كبير من العلماء وهناك نسخة هندية أيضا نسخة جميلة حقيقة ومتعوب عليها ويعني لها قيمتها عند شيوخ الهند وكل شيوخنا الهنود يعتمدونها ويقرؤون عليها وهذه النسخة قرأنا بها على شيخنا الشيخ السورتي الشيخ أحمد السورتي المعمر وهذه يعني انظروا إلى الجمال إلى الكتابة إلى التعليقات إلى الإبداع الموجود في هذه النسخة يعني ما شاء الله إنها تسر الناظرين بخط نسخي باكستاني نعم أنا أحببت أن أضحفكم بهذا لأن في هذه النسخة هو كحل للعيون تكحيل العيون بنسخ صحيح الإمام البخاري وهناك نسخ طبعا مطبوعة أيضا خدمة كبيرة خدمة النصة خدمة كبيرة جدا والحمد لله هناك من الطبعات الجيدة طبعته دار التأصيل طبعة دار الرسالة وعليها تعليقات أيضا جيدة فنشكرهم كثيرا على ما قدموا وعلى ما بذلوا وعلى ما أعطوا صحيح الإمام البخاري قرأته على عدد كبير من الشيوخ وتفاصيل أسانيدهم يأتيكم لاحقا إن شاء الله بأسانيد شيوخي الذين قرأت عليهم صحيح البخاري كل واحد منهم حدثنا بأسانيده المتعددة سواء كان من طريق الهندي أو من طريق الحجازي أو من طريق المغربي أو من طريق الشام أو من طريق مصر كلهم قالوا حدثنا شيوخنا وكل واحد منهم بسنده إلى الإمام البخاري فلذلك نقول وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس أو الصلوات الخمسة يجوز الوجهان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه المعروف عند العلماء أن عاشراء سنة هذا هو المعتمد وبذكر مسدد إن أحد الشيخ اسمه مسدد وهذا من الغرائب وهو من أندونوسيا وهو الشيخ مسدد قاروت وهو من أقران شيخنا الشيخ محمد ياسين الفاداني وقد زار شيخنا الشيخ محمد ياسين الفاداني سنة 1407 هجرية وجلست معه وقرأت عليه بعض الأشياء وهو ممن له قدم عالي ويروي عن الشيخ عمر حمدال المحرسي ويروي عن الشيخ عبد الباقي اللكنوي ويروي عن عدد من شيوخ الحجاز وشيوخ أندونوسيا أيضا اسمه مسدد قاروت ولما وقع عليه على الإجازة كتب مسدد الميم والسين والدال ورسمها على هيئة سهم فالميم جعلها رأس السهم والسين أطراف السهم والدال أطراف السهم فهو خطاط يبدو أو رسام فرسمها على شكل سهم فهكذا توقيعه كان وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه من شاء أفطر باب فضل الصوم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة معنى جنة يعني وقاية الصيام جنة أي سترة ومانع من الرفث والآثام ومانع من النار ووقاية من النار فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها هذا حديث عظيم حديث عظيم حيث فيه يعني يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم خلوف بضم الخاء وليس بفتحها وإن أجاز بعضهم فتحها ولكن الصواب الذي رجحه الإمام النووي أنها بالضم لخلوف فم الصائم خلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام وهنا في شيء عظيم جدا وهو أن الله عز وجل جعل هذا الخلوف الذي يتضايق منه الناس ربما جعله عنده أطيب من ريح المسك وكناية عن القبول والعلماء بدأوا يقارنون هل هو خلوف فم الصائم أرقى من دم الشهيد لأن دم الشهيد قال اللون لون دم والريح ريح المسك فهو شبهه بالمسك ولكن خلوف فم الصائم شبهه بقوله أطيب عند الله من ريح المسك وعند الله فيها معنى القبول والرضا وأن الله عز وجل قد قبيلك أيها الصائم أيضا هناك معنى جميل أن العبادة أن العبادة تقلب العادات يعني نية العبادة تقلب العادات إلى حسنات وما ينتج عن أثر العبادة يقلبه الله عز وجل حسنات فخلوف فم الصائم لما كان طاعة لله عز وجل جعله الله عز وجل عنده أطيب من ريح المسك ما أكرمك يا رب ما أعظمك يا الله قال لما جعل هذه المرتبة العالية قال لأن صاحبه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أي من أجل الله الصيام لي وأنا أجزي به وهنا لماذا قال العلماء في قولهم الصيام لي أي إن الإنسان يصوم لله خالصا فقالوا إن العبادات قد يدخلها الرياء إلا الصيام فلا يدخله الرياء كيف لا يدخله الرياء الناس يعني الآن قد يقول الإنسان أنا صمت ويدعو دعوة للناس أو يقوم بدعوة أو يعني يتكلم في الصيام قال العلماء الإخبار عن الصيام قد يدخله الرياء الإخبار عن الصيام لكن الصيام بذاته لا يدخله الرياء لأنه بينك وبين الله والله عز وجل يريد أن يربينا من خلال الصيام على أن تكون الأعمال له خالصة إذن يخلو من الرياء وقال أيضا بعض العلماء إن هناك من الأذكار ما يخلو من الرياء وهو قول لا إله إلا الله وذلك لأنك تستطيع أن تنطقها بدون أن تفتح فمك بدون أن تحرك فمك يعني جربوا الآن أغلق الأسنان لو سمحت وأغلق الشفتين هكذا وقولوا في سركم لا إله إلا الله ستجد لسانك تحرك بدون أن تحتاج إلى حركة الشفتين وبدون أن يراك أحد ولذلك قال بعض العلماء إن ذكر لا إله إلا الله لا يدخله الرياء إذا ذكره الإنسان في نفسه وفي أحاديث أخرى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني من ذكرني بينه وبينه أذكرته بيني وبينه ففيها خصوصية فيها خصوصية هنيئة لك أيها المؤمن إذن أغلق فمك وقول لا إله إلا الله ستجد لسانك تحرك لأنها كلها لامات وألفات لامات وألفات لا يوجد حروف شفوية سبحان الله على هذه الكلمة ما أجملها وما أرقاها وما أعلاها فلذلك قال الله عز وجل الصيام لي فلما كان الصيام له قال وأنا أجزي به يعني أنت إذا كان الله عز وجل قال لك أنا أجزيك به إذن رضينا بجزائك يا رب رضينا بعطائك يا رب فماذا سيعطينا الله عز وجل سيعطينا الكثير قال والحسنة بعشر أمثالها سأضيفكم أيضا عشر أمثال وسيقدم لنا الله عز وجل مقابل هذا الصيام الذي تركناه لأجله الشيء العظيم فلذلك أيها الإخوة استشعروا هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى علينا باب الصوم كفارة وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة سبحان الله يعني الإنسان قد يفتن في أهله قد يفتن في زوجته قد يفتن في أولاده قد يفتن في ماله قد يحدث له مشكلة مع جيرانه فهذه الفتنة وهذه المشاكل وهذه الصياحات التي تحدث وهذه الخلافات التي تحدث مع الأهل والمال والجيران تكفرها الصلاة والصيام والصدقة هذه نعمة كبيرة أيضا أيها الإخوة ولذلك أوصي في مثل هذه الأيام ونحن نمر في مرحلة من الحضر ومرحلة من منع التجول وقد تكثر فيها المشاكل بين الأسر كما وصلتني رسائل كثيرة جدا أنصح إخواني وأخواتي من النساء إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجك مباشرة لا تصعد المشكلة افزع إلى الصلاة اذهب إلى الوضوء وصلي ركعتهم مهما كان الحال إن الوضوء سيطفئ غضبتك سيطفئ غضبتك وسيطفئ حدة الغضب أيتها المرأة إذا غضب زوجك ورفع صوته وتخاصنتم في أمر فاترك المقام مباشرة ولا تترك المجال للشر أن يثور اذهبي إلى الوضوء توضئي وصلي ركعتهم لقد حدثني أحد الشباب يقول كنت في مرحلة عنفواني المراهقة دون العشرين في الثمانطعش من العمر تسلطعش تمنطعش هكذا يقول كنت في عنفواني شبابي وفي عنفواني تمردي وكنت أستفز أبي استفزازا عجيبا وأستفزه بطرق متعددة ومتنوعة لا تخطر على بال وتارة يستفز فهو بشر يستفز ويغضب ويثور ويرغي ويزبد فأنا أفرح هكذا فرحت الشباب يعني وطبعا الشيطان يحيئ له أن يفرح يفرح عندما يرى أباه قد غضب وثار وبدأ يجري وراءه أو يصيحه أو يحاول أن يفعل شيئا من علامات الغضب قال ولكن سبحان الله ذات مرة كان والدي إذا غضب واشتد غضبه يذهب إلى الوضوء يتوضأ ويصلي قال فنظرت إليه مرة وهو يصلي وعاكف على صلاته ولم ينتبه إلي فهنا في لحظة واحدة في لحظة واحدة جاءني درس من أعظم الدروس رجعت إلى نفسي وأغلقت علي غرفتي وبكيت بكيت 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 من أعماقي فيا أيها الآباء انتبهوا هذا أعظم علاج للشباب وللغضب إذا استفزك ولدك وإذا أغضبك ولدك افزع إلى الصلاة فها هنا الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة يعني نحن في رمضان إذن إن شاء الله مكفرات للذنوب تكفرها ما معنى تكفرها أي تمحوها كفر الذنب أي محاه وأصل الكلمة كفر من الستر كفر الشيء إذا ستره فيستر الذنب ويمحوه التكفير هو المحو تماما يمسح الذنب وأثره إن شاء الله فيا أيها الشباب أيضا تنبهوا إلى هذا المعنى إذا غضبت فافزع إلى الصلاة أيها المرأة إذا غضبت فافزع إلى الصلاة قال ليس أسألك ليس أسأل عن ذه ذه يعني هذه إنما أسأل عني التي تموجك ما يموج البحر الفتن الكبير يعني قال وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح أو يكسر قال يكسر قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة كان سيدنا عمر يعلم أنه هو الباب الذي بينه وبين الفتن وفعلا بعد قتل سيدنا عمر واستشهاده بدأت الفتن للأمة وبدأت المشاكل لهذه الأمة ونسأل الله العافية ونسأل الله العافية باب الريان للصائمين وبه إليه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان اللهم ارزقنا الريان يا رب يدخل منه الصائم يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم في هذا الحديث عدة فوائد منها أنه لا بأس بأن تقول فداك أبي وأمي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قالها وهو رأس المحبين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فإذن ليس فيها مبالغة وليس فيها إطراء عندما تقول فداك روحي وأمي فداك أبي وأمي فداك حياتي فداك مالي فداك هذا شيء رائع جدا وأمر محبوب ومسنون أن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهج وبالعيون وبالحياة وبالأرواح نعم هنا أيضا ملمح لطيف جدا جدا أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه عندما قال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها وكأنه يلمح تلميحة ذكية سيدنا أبا بكر ذكي يلمح تلميحة ذكية للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أذكى الأذكياء يفهم هذه التلميحة فيقول نعم وأرجو أن تكون منهم هكذا الكبار كأنه قال أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم ففهم رسول الله منه قبل أن يطلب هكذا الكبار هكذا المحبون رضي الله عنهم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان أي لا تتقدموا رمضان فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن نقول شهر رمضان أو أن نقول رمضان وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل نجعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة يا رب وبه إليه قال حدثني يحيى بن بوكير قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أباه هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين إذن الشياطين مسلسلة هذه نعمة لكم يا بني آدم أن الشياطين سلسلت وهناك رواية مرضة الشياطين سلسلوا وضعاف الشياطين لا زالت مفلوتة هكذا على رأي بعض العلماء ومن هنا ندرك أن بعض ما يحدث من الشرور أسببه صغار الشياطين ولكن الأكثر على أن الشياطين تسلسل وتصفد وتمنع من إيذاء بني آدم طيب من أين هذا الإيذاء الذي يأتينا إذن هو من الشرور النفسية من النفس اللوامة من النفس المريضة التي اكتنزت خلال 11 شهرا وجمعت ما جمعت من وسلسة الشياطين فلذلك تعمل عملها في شهر رمضان ولذلك نسأل الله عز وجل العافية وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثني الليث عن عقير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أي إذا رأيتمو الهلال طبعا وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون أو أجود ما يكون وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وأنقل الميكروفون إلى سيد عاصم ليجحفنا بقراءته من باب التنويع أحسن الله إليكم وبي سندكم إلى الإمام البخاري رحمه الله رضي عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم وبه إليه قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه باب هل يقول إني صائم إذا شتم وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن موسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح نزيات أنه سمع أباه ريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة وبه إليه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروه وقال صيلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفيا عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلا من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راحا فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت فكت رجله فأقام في مشروبة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين باب شهراء عيد لا ينقصان قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك ضعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا صام ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال وبه إليه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا باب تأخير السحور وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاز عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافعين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لستك هيئتكم إني أظل أطعم وأسقى صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة باب إذا نوا بالنهار صوما وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل باب الصائم يصبح جنبا وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقر عن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم عليه فرجها وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه فقال ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد النظر فأمنا يتم صومه وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت وبي لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أمي سلمة عن أمها رضي الله تعالى عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي فقال ما لك أنا فستي فقلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن عباس إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال أنس إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عين نبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدار دريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عبد شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وقال عطاه إن استنثر فدخل الماء في حلقي لبأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه وبه إليه قال حدثنا عبدان وقال أخبرني يزيل بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتل عريقه وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا أو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمن خيره الماء ولم يميز بين الصائم غيره وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل وقال عطاء إذا تمضمض إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدر دريقه وماذا بقي في فيه ولا ينضغ العلك فإن ازدر دريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه فلا بأس لم يملك باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مونير قال سأنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ابن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق فقال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق قال أنا قال تصدق بهذا باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر وبي إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكين قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل فقال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلك باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفر فإذا كانوا محاويج وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخير وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة فقال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال لا قال فتجد ما تطعم به ستين مسكينة قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك باب الحجامة والقيئل الصائم وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلى ويذكر عن سعد وزيد بن أرقمة وأم سلمة احتجموا صياما وقال بكيرون عن أم عالقمة كنا نحتجم عند عائشة ثلاثاها ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن وذكر مثله قال نعم قال حدثنا يونس عن الحسن وذكر مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم وبه إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا أهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البنانية يسأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصوب في السفر والإفطار وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل إنزل فاجدح لي فقال يا رسول الله الشمسة فقال إنزل فاجدح لي فقال يا رسول الله الشمسة قال إنزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم ربى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليلة أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم تابعه جرير أو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرين الأسلمية قال يا رسول الله إني أسرد الصوم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرين الأسلمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافروا به إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد باب به إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعتم محمد بن عمر بن بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقال صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر طبعا معروف ذلك العربي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلهجتهم بلهجة قبيلتهم أنهم يقلبون أل إلى أم فقال له هل من البر صيام في السفر فقال له مباشرة ليس من البر صيام في السفر تمام هكذا هي النطق هل من البر من البر في ناس بيقرؤها يعني خطأا هكذا النطقها كما تلقيناه عن يعني شيخنا الشيخ أحمد قلاش هل من البر صيام في السفر قال ليس من البر صيام في السفر باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميدين الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم باب من أفطر في السفر ليراه الناس وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر باب وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلبة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون منذ أيام انتشر في النتوى وسائل التواصل فتوى عن بعض المشايخ أو بعض الدعاة أنه يفتي بجوازي أن الشخص يصوم أو لا يصوم من أحب أن يصوم فليصوم ومن أحب أن لا يصوم ويدفع كفارة فليدفع واستدل بهذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية يعني إذا كنت أنت تطيق الصوم فعليك أن تفدي فأنت مخير بين أن تصوم وأن لا تصوم وهذا فهم أعوج وفهم يعني ليس عليه العمل لم تعمل عليه الأمة خالف الأمة عن بكرة أبيها فالآية هذه منسوخة كما نص الآن قال ابن عمر وسلمة ابن أكوع نسختها فهي منسوخة والإمام البخاري ينص على أنها منسوخة منسوخة بماذا؟ بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة فليصمه المعذور فقط المريض والمسافر أما من لديه القدرة على الصيام ويقول أتصدق إذا لو فعلنا هكذا لا تعطلت شعيرة الصيام وكل واحد كان يتصدق ونفتر في رمضان ولذلك انتبهوا أيها الإخوة من الفتاوى التي تنتشر وكان بيودي أن أعلق على كثير من الحديث السابقة حيث هناك فتاوى تنتشر اليوم في جواز الأكل بعد طلوع الفجر وجواز الأكل أيضا قبل غروب الشمس وما إلى ذلك حقيقة أيها الإخوة فيها كلام طويل عند العلماء ولكن المعتمد والذي عليه عمل شيوخنا وعمل علمائنا أننا نلتزم بالأذان الموجود في البلد حيث إن وزارة الأوقاف في البلاد الإسلامية إن شاء الله قد اهتمت ورعت هذا الموضوع حق رعاية وحددوا الوقت الصحيح فلا ينبغي لي فئة من الناس أو فرد من الناس أن يخرج ويشذ عن الناس بفتوى معينة ويفطر قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة لأننا لا نعرف حقيقة الشمس غابت أو لم تغب وخاصة في مثل البلاد التركية مثلا على سبيل المثال الغيوم كثيرة فيرى الإنسان مثلا الغيم يعني قد جاء من منطقة الغرب فيقول غربت الشمس فيفتر وهذا فقه أيضا ليس فقه سليما إنما علينا أن نلتزم بالوقت الذي حددته وزارة الأوقاف وهو وقت معتمد على تقويم دقيق وعلى علم فلتي دقيق وعلى مراقبات دقيقة فلا ينبغي علينا أن نشق الإجماع وأن نشق اتفاق العلماء والفقهاء ببعض الفتاوى التي تمر بنا هنا وهناك فإذن انتبهوا إلى هذا وأيضا عند أذان الفجر الأصل أن أذان الفجر يكون عند طلوع الفجر إذا عرفنا أن المؤذنين يؤذنون عند طلوع الفجر فلا ينبغي أن نأكل شيئا بعد ذلك بعض الناس يقول لك كل واشرب حتى ينتهي الأذان لا هذا غير صحيح بمجرد أن يدخل الوقت يمتنع الإنسان عن الطعام حتى ولو كان في فمه لقمة ولكن الحديث التي جاءت أن من كان في فمه لقمة فليفلعها أو فليأكلها هذا على أذان بلال الذي كان يؤذن بليل فإن بلالا كان يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر وذلك من أجل تنبيه الناس على التبكير على الصلاة هناك مجال للكلام وللتعليق كبير جدا ولكنني أحببت أن نقرأ بكلام الإمام البخاري وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واضحة كوضوح الشمس وقال ابن مئن مير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمر بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم هذا الذي عليه العمل وبه إليه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة باب متى يقضى رمضان باب متى يقضى قضاء رمضان وبه إليه قال وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق أو يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر وقال سعيد بن مسيب أو المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكون بهذا تقريبا قد قرأنا نصف أو قاربنا إلى نصف كتاب الصوم فلعلنا نكمله في مجلس آخر المجلس الآخر اليوم الثلاثاء غدا الأربعاء عندنا مجلس بعنوان القلب وعاء القرآن وذلك باستضافة مؤسسة ومركز إنسان للتدريب وسنذكر لكم الرابط إن شاء الله في الصفحة الفيسبوك بإذن الله تعالى الآن عندنا فقرة المبدعين فقرة المبدعين التي وعدتكم فيها وأنها ستكون مفاجئة لليوم إن شاء الله مع شاب مبدع لبضع دقائق من الوقت إن شاء الله نستمع لهذه المشاركة اللطيفة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله كيف حالك يا سيد أسامة الحمد لله أنس سيدي أنس أنس ما شاء الله إذن أخوك أسامة أخوك أسامة ما شاء الله حياك الله سيد أنس نحن سعدنا ونسعد باستضافتك لبضع دقائق في هذا اللقاء الطيب على مائدة الإمام البخاري تفضل سيد أنس عرفنا هكذا باختصار بنفسك أنا اسمي أنس عبد القادر السقة عمري 14 سنة أدرس حاليا في مدرسة الشيخ محمد أمين سيراجي الأئمة والقطباء ما شاء الله في الصف الثامن حليب في الصف الثامن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني آل السقة ما شاء الله يعني حفيده شيخنا وأستاذنا ومربين الشيخ عدنان السقة فنعمة هذه التربية ونعمة هذه البصمات التي تركها في ذريته فنوجه تحية لشيخنا وأستاذنا الذي يتابع معنا هذه المجالس منذ بدايتها منذ بدايتها نعم منذ بدايتها هكذا يتابع فضيلة الشيخ محمد عدنان السقة هذه المجالس ويشجعنا بالكلمة الطيبة وبالكلمة اللطيفة حياك الله سيد أنس نحن بشوق إلى أن تحدثنا عن أو عن مشاركتك ما هي وأن تتفضل بها هي عبارة عن أنشودة قصيرة نبدأ بها إن أحببتم تفضل تفضل بسم الله وقلب مريض قد علق بالدنى ونفس تعاني شهوة وتكافح وقلب مريض قد علق بالدنى وتفتح قلبا وتفتح قلبا أبيضا وتصالح رب البرايا إقبل العبد قد أتى لساحة جهود والكريم يا سلام مسامح نعم الله رب البرايا اقبل العبد قد أتى لساحة جهود والكريم والكريم مسامح يروم تبات الوصف بعد لزومه ويكون ساحة جهود ويكون الأعطاء من قلبه أن تصاصح آ Lego شكرا 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 ماشاء الله ما شاء الله من الكورال اللي كان معك ما شاء الله سيد الوالد ووسامى الله يفتح عليكم نใหذكر الخير يهني الوالد بك على هذا الاهتمام وعلى هذا الصوت الجميل وعلى هذا الحب فهنيئا لفؤاد نال من طاها المرامة هنيئا لأفئدتنا إذا نالت من طاها هذا الحب الحقيقي اللي هو الاتباع اتباع الحبيبي صلى الله عليه وسلم والله يا سيد أنا استعدنا بك يعني كثيرا هل تتابع معنا هذا البس؟ بعض الأوقات نعم متابعكم وماذا توجه لزملائك الذين يتابعون؟ هناك عدد ما شاء الله كبير من الشباب أعمارهم هكذا بين العاشرة والستة عشر والتمنطعش يتابعون معنا هذا البس من شرق الأرض وغربها من المغرب من الجزائر من مصر من السعودية من تركيا فماذا تقول لهم في هذه الدقيقة السريعة؟ أنا صراحة أريد أن أذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها يا سلام أو من هذا القبيل نعم فأن نهتم بالأمور المهمة والأمور التي تعلوا بنا أكثر من الأمور مثلا نهتم باللاعبين والمطربين ومن هؤلاء أحسنت أحسنت طيب الشباب الآن يا سيد أناس يعني سبحان الله يقول لك يعني المطربين واللاعبين بيشوقونا وبيحكونا شغلات حلوة وفيها أشياء مشوقة لكن الدروس يعني مو كل الدروس مشوقة مو ملة الدروس أو يعني شو كل دين دين أو مشيخة مشيخة يا أخي ما بدنا مشيخة بدنا شوية فرفشة فشو بتقلله لله الشباب هدولة دروس تسويقنا إلى الجنة يا سلام يا سلام الله يفتع عليك الله يفتع عليك زادك الله حبا وحرصا ومحبة آخر سؤال ما قصتك مع القرآن وما منهجك أو ما هي طريقتك مع القرآن ما حالك مع القرآن أنا حاليا أمشي في منهج حفظ لم أكمل حفظ القرآن كريم نكمله إن شاء الله في أيامنا بإذن الله يا رب يعني خطوت خطوات كم جزء مثلا إلى الآن ما شاء الله سبعة تقريبا سبعة أجزاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن نراك في يوم من الأيام حافظا قارئا متقنا مجيدا مجودا وتستخدم هذا الصوت في خدمة القرآن الكريم إن شاء الله بارك الله فيك وسلامي للوالد وللجد ولجميع أهل حمص حمص جميعا إن شاء الله نشكركم لسماحكم لنا بهذه الفرصة الجميلة وسلامي لأخيك أسامة أيضا الشاب المبدع سلامكم الله حياكم الله دعواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حيا الله الجميع وبارك الله في الجميع وشكرا لهذه المشاركة اللطيفة التي أتحفتنا ونقلتنا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم واختار هذا المنشد أنشودة من مقام اللامي وهو فرع من فروع البيات وهذا المقام يعني مقام رقيق لطيف وفيه عذوبة وخاصة إذا كان بصوت لطيف مع المعاني اللطيفة يعني هكذا فهنيئا لفؤاد نال من طاه المرامة يا رب طيب إخواني الأحبة وأود أن أذكركم بشيء إن من برامجنا في شهر رمضان النظام الصحي وهناك مجموعة كبيرة جدا ماشيين معنا في النظام الصحي والحمد لله والآن نحن في اليوم الخامس والنتائج رائعة جدا وجميلة جدا في المجموعات الخاصة الذين تابعوا معنا النظام الصحي من بداية شهر رمضان الأمر الثاني أود أن أذكر فيه الختمة الشهرية اليومية نحن نقرأ كل يوم جزئين وكل يوم تنزل بطاقة في الجزئين المقررين لقراءتهما وأذكر بهما أننا اليوم في اليوم الخامس فعندنا الجزء التاسع والعاشر فإن شاء الله لا تنسوهما تثبيتا ومراجعة أو تلاوة لمن ليس هو من حفاظ القرآن الكريم والأمر الثالث أيضا البرنامج الثالث برنامج حفظ سورة آل عمران والحمد لله ما شاء الله أنا أشكر جميع الإخوة الذين شاركوا معنا والذين حفظوا ما شاء الله إلى اليوم خمس صفحات وهذا إنجاز كبير والحمد لله هذا إنجاز كبير أشكر كل من تابع معنا في حفظ سورة آل عمران فنحن اليوم في الصفحة الخامسة فمن أحب أن يشارك أيضا ولم يشارك من قبل فليدخل إلى المجموعة الخاصة بالحفظ سيجد هناك صفحة يوميا تعرض لقراءة وحفظ سورة آل عمران خلال شهر رمضان سيكون خبرا جميلا جدا أن نحفظ سورة آل عمران في نهاية شهر رمضان إن شاء الله بارك الله فيكم وسلمكم الله وأرى بعض تعليقاتكم وإن كانت هي كثيرة جدا لا أستطيع أن أتيبها على الجميع ولكن أقول حياكم الله هناك سلامات كثيرة لك يا سيد أنس لك ولي أسامة سلامات كثيرة من الإخوة ودعوات كثيرة جدا من شرق الأرض ومغربها وهذا دعاء من المغرب جاءك وهني قال لك هني قال لك البراعم المؤمنة ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا هذا شيء رائع هذا شيء رائع طبعا من لديه مشاركة لمدة خمس دقائق إلى سبع دقائق داعية في فقرة مع المبدعين فليتواصل معي على الخاص ليتصل به ويشارك بأنشودته بشعره إلقاء الشعر أن يحدثنا عن مهارة لديه أن يحدثنا عن مشروع لديه أن يحدثنا عن فكرة لديه أن يقدم شيئا من اهتماماته سواء كانت اهتمامات فنية خطية إنشادية قرآنية في القراءات في المتون في الشعر وهكذا في حفظ الحديثي أنني أعرف شابا عمره 14 سنة يحفظ صحيح البخاري كاملا وإن شاء الله نستطيع أن نتواصل مع بعضهم إن شاء الله هناك مفاجآت إن شاء الله مع بعض الشباب المبدع إن شاء الله خلال اليومين السابقين سيتصلوا بنا إن شاء الله لتسمعوا أصواتهم وتروا مشاركاتهم إن شاء الله وتسمعوا مشاركاتهم بإذن الله تعالى حمص العدية نعم نعم بارك الله فيكم حياكم الله مجالس الذكر روضة من رياض الجنة نعم ولا سيما مع صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام البخاري وحده مجرد قراءته فقط مجرد قراءته تشعر بروحانية عالية بمجرد أن تقول وبه إليه قال حدثنا تستشعر أن الإمام البخاري بجبته وعمامته وسحنته البخارية وأمر عجيب وأمر عجيب إن شاء الله في وقت من الأوقات أحدثكم عن زيارتي لبخارة وكيف زرت بيت الإمام البخاري ومسجد الإمام البخاري والمكان الذي كان يدرس فيه وتلك البلدة واعتزاز أهل بخارة بالبخاري وافتخارهم به أمر عجيب من العجب سبحان الله وبرك الله فيكم لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر جميع من حضر معنا وأشكر فريق العمل وأشكر مخرجنا أبا حبيب على اهتمامه ومتابعته في إخراج هذه الحلقات التي قد يسهر عليها ليلا ونهارا لقدمها لكم بصوت عذب وبصوت جيد بعيد عن الحشرجة وبعيدا عن المشوشات فجزاه الله خيرا فلا تنسوه من الدعاء في هذه الأيام ولا تنسو الأمة الإسلامية من الدعاء هذه الأيام في كل ختام مجلس من مجالسنا أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء للمسلمين في كل مكان وبالدعاء للعالم كله أن يرفع عنه البلاء والوباء والغلاء اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء عن أمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء والوباء عن العالم كله يا رب العالمين اللهم اشفي وعافي كل مريض اللهم اشفي وعافي كل مبتلى اللهم اشفي وعافي كل عقيم اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة من على كل عقيم في أمة الإسلام بالحمل والذرية الصالحة يا رب العالمين اللهم من تأخر حملها فمن عليها بالحمل يا رب العالمين اللهم من تأخر زواجه فمن عليه بالزواج يا رب العالمين ومن تأخر زواجها من عليها بالزواج يا رب العالمين اللهم أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ذرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا في ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأرزاقنا وأحوالنا وصحتنا وعافيتنا وارفع عنا فيروس الكورونا وآثاره وتوابعه وما حل بنا بسببه يا رب العالمين إنك سميع قريب ومجيب وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته